رحبت الولايات المتحدة بنتائج الاجتماع الخماسي الذي عقد بشرم الشيخ أمس وجمع مسؤولين أمنيين وسياسيين مصريين وأردنيين وإسرائيليين وفلسطينيين وأمريكيين وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون أن واشنطن تعرب عن تطلعها إلى مواصلة هذه المناقشات حيث يمكن إنشاء سلسلة من التفاهمات التي يمكن على أساسها تخفيف حدة التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين